بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخي الصالة لعلاج الطبيعي حسام أبو سمور اليوم سوف نتحدث عن تمارين لتخفيف زيادة التوتر العضلي في الأطراف العليا لحالات الشلل الدماغي وسنبدأ بهذا التنبيه إن هذه التمارين تحتاج إلى استشارة أخصاء الإلاج الطبيعي الذي قام بتقييم الطالب لتحديد فيما إذا كانت هذه التمارين تصلح لحالته ووضعه أم لا وذلك لتحقيق الفائدة له وحتى نجنبه أي إصابة قد تحدث نتيجة خطأ في أداء التمارين لا قدر الله ماذا يعني زيادة في التوتر العضلي؟ يعرف بأنه إنقباط القائي غير إرادي مستمر للعضلة مما يجعل العضلة بحالة من التقلصات المطولة فيؤدي إلى تصلب العضلات وتقليل مرونتها وانخفاض قدرتها على التمدد أسباب زيادة التوتر العضلي يحدث فرط أو زيادة التوتر العضلي بسبب مشكلة أو اختلال في الخلايا العصبية الحركية العليا المسؤولة عن تنظيم حركة العضلة عوارض زيادة التوتر العضلي صعوبة في أداء الحركة والمشي صعوبة في النطق ألم في العضلات المصابة حركات لا إرادية تشوهات في المفاصل الاعتماد على الغير في المهارات الحياتية اليومية والآن فلنبدأ التمرين معا في البداية وقبل أن نبدأ يجب أن تكون وضع الطفل في بنحرة الاسترخاء فنقوم بوضع وسادة تحت الركبتين بهذه الطريقة حتى يكون الطفل في وضعية الاسترخاء نبدأ بمفصل الكتف في أغلب حالات الشلل الدماغي يعانون من خلع جزئي أو مكتمل في الكتف فلذلك يجب أن نكون حريصين في تحريك المفصل بأي اتجاه لذلك نقوم بالحركة البسيطة بشكل دائري للمفصل وإذا شعر الطفل بأي ألم نتوقف عن التمرين حركة دائرية بشكل بسيط جدا ننتقل إلى مفصل الكوع بعض الأشخاص يعانون من محدودية في مد مفصل الكوع فلذلك نقوم بوضع اليد اليمنى أسفل الكوع واليد اليسرى نحرك قدر الإمكان إلى أقصى مدى يمكن الوصول إليه ثم نثبت ونستمر بالتثبيت لمدة 30 ثانية إذا شعر الطالب بأي ألم فنوقف التمرين لحين الاسترخاء ثم نعود إلى الحد الأقصى ولا نزيد في المدى الحركة أكثر من اللازم لمدة 30 ثانية ثم نعود ودائما نحفز الطالب بتحريك اليد أولا هو يحركها قدر المستطاع ثم نساعده في إتمام الحركة لأقصى مدى ممكن ثم نثبت المفصل إلى 30 ثانية بعض الأطفال يعانون من محدودية في الحركة في ثني الذراع بشكل كامل سنقوم بوضع اليد اليمنى أسفل الكوع ونطلب من الطالب تحريك قدر المستطاع ثم نساعد الطالب إلى إتمام الثني بشكل كامل ونلاحظ أثناء الحركة بشكل بطيء إذا شعر الطالب بألم أو لا إذا شعر في ألم فتوقف عن الحركة ثم نبقى بالثبات لمدة 30 ثانية ثم نعاود مد الذراع بشكل بطيء واحرص أن تبقى حركتك بشكل بطيء نحرك قدر المستطاع ثم نساعد لإتمام الحركة بشكل كامل ونثبت 30 ثانية ننتقل إلى مفصل الرسغ بعض الأطفال يعانون من محدودية في الحركة في مد الرسغ إلى أعلى فنقوم بمساعدتهم أولا نحفزهم إلى تحريك المفصل إلى أعلى ثم نكمل معهم الحركة ونؤكد على وضعية الأيدي اليسرى نثبت فيها الذراع واليمنى نحرك فيها اليد ثم نثبت 30 ثانية مع ملاحظة إذا كان الطالب شعر بألم أو لا ثم نعود بتحفيزه مرة أخرى نحرك نمد ونساعده على الإطالة لمدة 30 ثاني بعد ذلك ننتقل إلى مفاصل الأصابع أغلب الحالات يكون يعانون من انقباض للأصابع فنقوم بالطلب من الطالب فتح اليد مع تثبيت اليد بشكل مستقيم فتح الأصابع قدر الإمكان ومساعدة ومساعدته إلى مد الأصابع بقدر الممكن مع ملاحظة إذا شعر الطالب بألم ثم نثبت ثلاثين ثانية نعود مرة أخرى نحفز فتح الأصابع ونساعده بفتح الأصابع قدر الإمكان مع التثبيت ثلاثين ثانية وملاحظة إذا شعر بألم أم لا ثم ننتقل إلى إصبع الإبهام نساعده بمده وإطالة العضلات داخلية لكف اليد لمدة ثلاثين ثانية بالإضافة إلى ملاحظة الوجه في حالة إذا شعر بألم أم لا لمدة ثلاثين ثانية الآن سوف نقوم بتمرين عام للذراع كامل سوف نقوم بفتح الأصابع بهذا الشكل ثم فتح الرسخ ثم التفاف اليد ثم مد الذراع من الرسخ ثم تحريك الكتف لزاوية 90 درج ولا نزيد في حركة مفصل الكتف نعيد مرة أخرى الأصابع الرسخ الرسخ التفاف اليد مد الذراع وتحريك مفصل الكتف ودائما نلاحظ إذا شعر الطالب بألم أولى ونكرر ذلك في اليد الأخرى التمرين التالي نقوم بفتح الأصابع ووضعها على الأرض والتثبيت ونقوم بدفع الكوع إلى الأمام قدر المستطاع مع ملاحظة إذا شعر الطالب بألم أو لا والتثبيت ثم الطلب من الطالب أن يضع وزنه على يده نضع الوزن أحسن مع ملاحظة الوجه في حال إذا شعر بألم أو لا وفي النهاية نود أن نذكركم بهذا التحذير إذا شعرت بألم أثناء التمرين في أحد المفاصل فتوقف حالا عن التمرين وقم بالتواصل مع أخصاء العلاج الطبيعي ليقوم بأطائك الإرشادات اللازمة لتخفيف الألم والتجنب الإصابة لا قدر الله شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر